أقول نحن الآن بمرحلة قد تشابه مرحلة 2003 نحن أمام ولادة جديدة ليس ولادة طبقة سياسية وإنما ولادة جيل ووعي سياسي ولادة جديدة بعد سبع سنة نعم هذه هي العراق كان نظام ديكتاتوري وتحول نحن الآن ضمن مرحلة انتقالية نحن أمام مرحلة انتقالية المشكلة بالمرحلة الانتقالية انه ما تسارعت نحو الديمقراطية ليش؟ لأن الطبقة السياسية ما كانت مؤهلة ماذا وقت راح نتقل؟ 16 سنة ما تأهلت؟ ما كانت مؤهلة ماذا مؤهلة برأي؟ الطبقة السياسية بعد 16 سنة الطبقة السياسية إلى الآن هي مصدومة بحراك الشارع ما كانت تعتقد ما كانت تضع في حساباتها انه الشارع راح يتحرك ضدها يعني